اهلا بحضراتكم من جديد من قمة ودي النيل الى ودي دجلاء الاهلي انتهى من قمة ودي النيل حقق فوزا مهما على الهلال السوداني الشقيق صحيح اتنين واحد فقط في مباراة كانت في شوطيها الاول على الاقل تستحمل انها تتلقى اكثر من ضعف هذه الاهداف لكنه في النهاية حازى الاهل الثلاث نقاط عاد للمنافسة الافريقية بقوة ليستعد لمباراة الاربعاء في الدورة بقى مع ودي النيل مع ودي دجلاء فمن عبور قمة ودي النيل الى ودي دجلاء شفت الفوز على الهلال ازاي اقولك انا المعادلة الصباحة للناس تمالي بتدور عليها وخصوصا مع النادي الاهلي يقولك بيكسى بس اداء وشمقنا دلوقتي انت بتحقق هذه المعادلة حتى لما بتخسر اداءك مقنع اذا عندما تحقق الاحترام في الاداء يبقى انت هو ده المستوى اللي انت او البصمة او الشخصية اللي انت بتسعى اليه دي واحد اتنين كلنا كنا عارفين ان احنا بنلعب مباراة الهلال تحت ضغوط رهيبة جدا وان احنا ما كان الموقف يحتمل بخلاف الفوز فانك انت تنزل مش مستربع ومش متوتر يعني وتنتزع كل التوترات اللي كنت فيها في ماتش النجم الساحلي ها هذه خطوة واعداد جيد نفسي للمباراة طيب اللعيبة اللعيبة بقى بتلعب بالصليقة يعني بقى ما تشعرش انها بتعافر او بتعاني عشان تلتزم لأ عملية هضم الاسلوب ان يبقى التحرك بالطبيعة بالثقافة اللي هم اكتسبوها بفكرة الراجل ها انك انت هتبتدي ومع مزيد من الايام ومزيد من السبات اتوقع باذن الله اتوقع باذن الله ان يستمر هذا الانسجام يعني فهي طبعا الناس بتبص بقى انك انت اتنين صفر وبعدين يعني في اخر يعني في كذا ماتش بتتلقى هدف ربما ربما يكون نوع من الاسترخاء او الاطمئنان اللي هو مش مطلوب بقى امه يعني انا ايه انا عايز ACTلكلا الكلام ده بتقله وانت واحد اك منك لا اك اك سفر وانت تلاته اك منك واحد صفر وانت تلاته اه أك انك واحد صفر باستمرار روح تبغتك ترضي بغتك ضربة جزاء زي ماتش زي مالك 3 صف بعدين ضربتين جزاء وراء بعض وكان ليك ضربة جزاء بصرف النظر ما تحسبتش وتحسبت لكن ما هي دي من الحاجات اللي انت برضو لازم تبقى مهية نفسك لها انك انت في نفس الماتش يعني قد تظلم تحكميا ومش حاول المنافس يجمل لكن ياخد حقوق على نفس الحقوق اللي انت ما خدتها يعني ضربة الجزاء دي اوضح من دي دي ما تحسبتش ودي تحسبت اذا عشان تتجاوز كل ده لازم ان النتيجة تعبر عن الاداء يعني عندما تعبر نتيجة على الاداء نبوس ادنا والشهداء